الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه من علماء القرن الخامس أطبقت الطائفة على جلالته ووثاقته وعدالته وفقاهته وما زال كتابه الموسوم بالكافي في الفقه ما زال هذا الكتاب ينظر إليه في الحوزات العلمية نظرة الإجلال والإكبار ويستفاد منه في الحلقات الدرسية هذا الرجل العظيم ألف كتابا بحمد الله ما زال إلى اليوم بأيدينا هذا الكتاب في علم الكلام أي علم إثبات العقيدة اسم الكتاب تقريب المعارف في هذا الكتاب فصل كامل في فضح أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه فضحهم بكل صراحة وقد بوّب أبوابا في النكير عليهم سجل الأحاديث التي طعنت فيهم أحاديث كثيرة أنقلوا لكم واحدا منها على سبيل المثال للحصر حتى تستوعبوا كيف كان علماؤنا الأبرار يتقصدون النيل من هؤلاء المنافقين وهذا التقصد منهم إنما هو تبع واقتداء بأئمتهم عليهم السلام لأنهم إنما يرون أحاديثهم روى عن الأصبغ ابن نباتة أو نباتة وعن رشيد الهجري وعن أبي كدينة أو كدينة الأسدي وغيرهم من أصحاب علي عليه السلام بأسانيد مختلفة كما هو عبر أبو الصلاح الحلبي قالوا كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه هكذا يصدق يقول كنا جلوسا في المسجد أي مسجد الكوفة إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يقول أما ترون ما أرى قلنا يا أمير المؤمنين ومن الذي ترى قال أرى أبا بكر عتيقا لأن اسم أبي بكر هو عتيق أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول استغفر لي لا غفر الله هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه شيخنا أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه في تقريب المعارف بهذه الصراحة يعني لم يحذف اسم أبي بكر ووضع مكانه مثلا رمزا كفلان مثلا لا وأمير المؤمنين عليه السلام هكذا طعن في أبي بكر وبين أنه في النار وأنه يسأله الاستغفار وهو يرد قائلا لا غفر الله لا أيضا يبين ذلك بكل صراحة يقول أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول استغفر لي لا غفر الله شكرا للمشاهدة